اليوم كنا على موعد مع تخريج دفع جديدة من كلية أو مصنع الرجال كما يطلق عليه الكلية الحربية وباقي الكليات العسكرية بحضور وتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس الجمهورية وكما هو المعتاد نقل الحفل وتابعه الجميع وبقيت رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي هذه الرسائل كانت مهمة للغاية وهم جدا أن نقف عند بعض مفرداتها وما هي دلالات هذه المفردات في هذا التوقيت الرئيس بيؤكد استحالة أن تكون هناك قوة قادرة على مهاجمة مصر أو تهديد مصر عسكريا لسببين سبب الأول أننا دولة غير معتدية لا نعتدي على أحد ولا نطمع في ما هو في أيدي الآخرين ثانيا لأن لدينا جيشا مصريا قويا عفيا مدربا بجاهزية كاملة الرئيس بيواصل إرسال رسائله للداخل والخارج ويقول كما قلت مرارا وتكرارا أن قضية الوعي هي القضية الأساسية والهاجس الذي يجب أن يكون مشتركا بين الجميع الوعي المفقود أخطر ما يواجه هذه الأمة الرئيس بيوصي الضباط الجدد والشباب الخرجين الجدد وكل ضباط القوات المسلحة بأن يتبنوا قضية الوعي في معسكراتهم وفي أعمالهم خاصة نقل هذه القضايا بحالة وعي كامل إلى من؟ إلى الجنود إلى كل أعضاء وأفراد القاتل المسلحة أيضا هؤلاء ينقلونها إلى بيوتهم إلى منازلهم إلى أسرهم ومن ثم نصل إلى ما نسميه الوعي القومي أو الوعي الشامل التام الذي يساعد في صياغة مشروعات حماية للدولة للوطن للأمة من أي محاولة لاعتداء الخارجي إذن أرى أن ما يشغل بال الرئيس خلال السنوات الخمس الماضية هو قضية الوعي قضية الوعي التي تحتاج من الكثير من العمل والكثير من الصابر أيضا قضية الوعي الرئيس بيطالب أن تدرس في الكليات العسكرية مادة أو منهج لمفهوم الدولة يعني إيه دولة؟ كلمة يعني إيه دولة؟ كلمة ربما الكثير بيسأل ويتساءل ما هو المقصود؟ المقصود بفكرة الدولة بناء الدول استمرار بقاء الدول مواجهة تعديات وتحديات بتواجه الدول الدولة الوطنية التي لها جيوش وطنية ومؤسسات وطنية ودولة بمفهوم الدولة الحديث مفهوم الدولة الشامل مفهوم الدولة التاريخي الرئيس مهموم بالحفاظ على الدولة المصرية بدى الرئيس مهموما ومتحفزا للدفاع عن الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي غير مرة أراه وأتابعه وأفهم تماما ما يدور في ذهنه بأنه خائف من هذه التيارات التي تهدد وتشكك أو تهدد عن طريق التشكيك وتهييج الرأي العام مما يقوم هؤلاء بالتحرك فيهدمون دولهم وجيوش دولهم وهكذا نرى في المشرق وفي المغرب دولا سقطت بالضربة القاضية نتيجة خطط ومخاططات لحروب حديثة بإعلام حديث بأموال ربما خصصة لتدمير هذه الدول الرئيس أتذكر في العام المنصرم عام 2019 كان يتحدث أمام الجميع العامة لأمم المتحدة وحضر العالم بأسره من مغبة ضياء ملامح تعريف الدولة الوطنية ضياء ملامح تعريف الدولة الوطنية ونادى وناشد الجميع جميع زعماء العالم في مقر الأمم المتحدة أن يبدأوا جميعا في إعادة التفكير والتدبير في ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية بيستشعر خطرا على مفهوم الدولة وعلى بقاء الدولة وهذا أمر لو تعلمون عظيم النهاردة الرئيس كان في ساحة وباحة مصنع الرجال وتحدث لي الجنود والضباط والأمة والحضور وقال مشيدا بهذه الوظيفة أو هذه المهمة وما أعظمها من مهمة ويحماية البلاد وحدود البلاد والوطن وترابه وقال بأن هذا أمر شريف وعظيم نستمع إلى سيد الرئيس كل التحية لأبناء أو أبناء الخرجين من الكليات العسكرية المختلفة وأتمنى لكم كل التوفيق واسمحولي أقول لكم أن المهمة اللي أنتم يعني تدربتم وتجهزتم عشان تقوموا بتنفيذها هي من أشرف المهام إن ما كانتش أشرف مهمة على الإطلاق مهمة حماية وطن وترابه وحماية أهله وناسه أمر شريف أوي وعظيم ترجمة نانسي قنقر